موسيقى سلام المسيح معكم مشاهدينا عبر شاشة نور الشرق تحية من القلب من برنامج ثورة الانجيل لما العالم بيقوم بثورة بيفجر كل ما فيه بقلبه من بغض وحقد وقزة أما الثورة مع يسوع بتفجر كل ما فيه بقلبه من حب ورحمة وحنان عم نكتشف ثورة الانجيل من خلال انجيل يوحنى واليوم رح نتابع تأملنا بالفصل 15 الرب يسوع عم بيوجه لكلميزو خطبة الوداع يلي منشوف فيها جوهر حياة الله يلي بيقدمها للبشر ويلي بتتمحور حول الحب فالحب يلي بيوحد الآب بالأبن بيوصل لكلميز وبيدعيون حتى هن كمان يحبوا بعضهم الرب يسوع سبقنا على هالطريق ونحن مدعوين نحفظ وصياه ونمشي على خطاة لكن شو يعني الحب؟ هل هو فقط الشعور الإيجابي تجاه الآخر؟ أي حب بيطلب الله؟ هل الحب بمفهومه اليوم؟ كيف يوصلنا على السماء؟ هل الحب أنواع؟ ننجي ويبع كل هالأسئلة وغيرها مع الأب بولوس مارديني كيهن رعية الإديساين بوتروس وبولوس للروم الملكيين الكاتوليك بالباترون أبونا أهلا وسهلا فيك وفيكي ماري وبكل خياتنا وقوتنا المشاهدين عمش يدفونا هلا عبر قناة مور الشرق نقل له إن شاء الله ليلة سعيدة ونهار مبارك بحسب البلاد اللي هنين فيها وربنا يكون رفيها الوقت فعلنا ولعلو أمين فإذاً إحنا أبونا رح نبدأ معك معصلة بتدخلنا بجوها الحلقة وبجو الإنجيل بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ربي وإلهي يسوع المسيح أنت اللي علمتنا الحب أعطاء بازلك الله الآب وعطاناك فيك الحياة الأبدية علمتنا أن الحب موت لحياة الآخرين ليس من حب أعظم من أن يموت الإنسان فداءاً عن من يحب علمتنا أن الحب خدمة وأنت اللي غسلت تجرين تلاميذك علمتنا أن الحب نسيان للذات لنفتكر بالآخرين أنت اللي نسيت تاكل ونسيت تشرب لما لتعيد بالسامرية لتصئية من نبع الحياة وكان طعامك تعمل ما الشئت الذي أرسلك علمتنا يا إلهي أن الحب مجد لله الآب وكلمته قبل كل احتياجاتنا ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بكل كلمة تخرج من فم الله وعلمتنا أن الحب غفران باركوا لعينيكم وصلوا لمبغضيكم وغفرت للي صلبوك على الصليب اليوم يا رب نطلب منك وإنت الحاضر بروحك هلأ فينا نطلب منك أنت تحررنا من كل مرة يا رب بيصير الحب فينا أنانية من كل مرة بيصير الحب فينا صورة مشوهة بتبعدنا عن بعضنا البعض وبتخلينا ننغلع على ذاتنا مثل الغني الجاهل سامحنا يا رب لكل مرة ولا يمنى بتكبر وحاجات الآخرين بتكتر سامحنا يا رب لكل مرة بنعمل حتى بإسمك ومنكون عم نطلب مجدنا مثل اللي كانوا عم يلكوا بالهيكل من فضلاتهم لا من احتياجاتهم اليوم يا رب من ريدك أنت تتكلم فينا ومن ريد نفهم إنجيلك بيدوروحك للدوس اللي بيعلمنا وبيفهمنا اليوم يا رب من ريد نطلبه ومنصلي لاجل كل اللي عم بيشاهدوا هالبرنامج وين ما كانوا بهالأرض بكل قراطة وبكل شعوبة ولكل إنسان شو ما كان دينه أو انتماؤه لانت اللي بتشرق شمسك على الصالحين وعلى الأشرار وانت اللي بتمطر على الكل بخيرك دخيلك يا رب ما تحاسبنا على قد تقصيرنا بل عاملنا بحسب حبك وخلي روحك اليوم يتجلى بكل كلمة من أولى لمجدك الي كل المجد يا ربي يسوع ابن الآب الوحيد مع روحك القدوس هلأ وكل وقت ولدهر الدهيرين أمين أمين فإذن مشاهدين من بعد ما صلينا سوا هالصلا مع أبونا مرديني رح نرتل نحن وانتم هلأ ترميني هالترميني كمان رح نكون عم نذكر من خلاله وفيقه سامية ومنشكرهم على محبتهم بنصلي على نية سيهام صليبة ماري مقديس جورجينا حلق سونيا بولوس سامر بحوس نيرنا بشارة هانا صبات أمال عطلة وكامل زبايدة ننصلي نحن وانتم ونرجع لحتى نتأمل سوا بإنجيل يوحنى صلوا معنا من بعد ما رتلنا سوا مشاهدينا هاترتيل المرحة رح نبدأ هلأ بقراءة الإنجيل اليوم مثل ما قلنا عم نتأمل بإنجيل يوحنى الفصل 15 من الآية 9 للآية 17 بيقول للنص أنا أحبكم مثل ما أحبني الآب فاسبتوا في محبتي إذا عملتم بوصايي ستسبتون في محبتي كما عملت بوصايا أبي وأسبتوا في محبته قلت لكم هذا ليدوم فيكم فرحي فيكون فرحكم كاملا هذه هي وصيتي أحب بعضكم بعضا مثل ما أحببتكم ما من حب أعظم من هذا أن يضحي الإنسان بنفسه في سبيل أحبائه أحبائي إذا عملتم بما أصيكم به أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن لأن العبد لا يعرف ما يعمل سيده بل أدعوكم أحبائي لأني أخبرتكم بكل ما سمعته من أبي ما اخترتموني أنتم بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتسمروا ويدوم ثمركم فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي وهذا ما أصيكم به أن يحب بعضكم بعضا فإذا من بعد ما أرينا سوا هالنص من الأبونا رح نبدأ مثل العادة بالشرح تفضل قبل ما أبتدي ماري وأخوتي المشاهدين أحب أعزي بهالكاهن اللي طعنوا وحاولوا يقتلوهم أتمنى من كل قلب لأنه ما عاش تبعات الأخبار أنه ما يكون قتلوا وبدي أعزي كل اللي ماتوا بنيجيريا بهالمدابح فقط لأنهم مسيحيين كان بالجامعة أو كان بالكنيسة أو بأي مكان رد فاعل على اللي صار بنوزيلندا بعرف هيدا مش موضوعي بس نحن ما تعودنا كمسيحيين نبادل الشر بالشر وهذا ضمن الإنجيل اليوم ولا تعودنا ننتقم بالموت تعودنا نصلي للي بيكرهنا بس السؤال اللي بيسأله قبل ما أبتدي الحلقة وين ضمير العالم قامت كل قيامة العالم قضية المتظر اللي صارت بالجمع واللي أعمل هالعمال ما لديه علاقة بالمسيحية لأنه لو يفهم مسيحيته ويفهم مسيحه ما بيقتل الإنسان بل بيصلي حتى لعداوه بس أنا اللي بدي أسأل قدام كل هالمجازل اللي عم بتصير اليوم بحق المسيحيين طلع الصوت واحد اعتراض نعم وين نعم أكل حال أبونا هيد المجزرة المؤخرة اللي صارت ضد المسيحيين بنيجيريا منى الأولى ولكن هلأ أخذت هيد الدرجة ردا على المجزرة اللي صارت بنيو سيلاندي ولي قام لعالم كله بس ليش ليش ما طلع الصوت هل الإنسان بنيجيريا عرخص من الإنسان بمكان تاني للأسف ما كلهم بشر وكلهم بيتساووا بالكرامة أمام الله وهذا سؤال بيقلمني ليش المسيحيين اليوم ولا واحد مسيحي يطلع واعترض يقول انه الله يرحمون وهدول إخوتنا وهدول إديسين دفعوا دمهم واليوم كانوا عاملين مظاهرة بنيجيريا حاملين الصليب وعام بيقولوا مستعدين نموت لأجل مسيحنا ومان نترك إيماننا ولاحدة بقدر يأخذ مسيحنا هيدا بيقويني بيقويكي وبيقوينا كلنا نحن المسيحيين اللي عايشين نوع من الدلال وكأنه هالمسيحيين بالعالم ما بيعنونا وبيدي أولى بالصراحة ويزعل من اللي بده يزعل لأنا بعرفين هيدا حيث أعلو تيرقواتنا اعترض على موت الآخرين مش حبا بالآخرين قد خوفا عن مصالحنا وحياتنا حتى مايردوني أنا اعترضت يعني أنا مالي زنب أنا بأعترض مش لأنه خايف منك أنا بأعترض لأنه برفض هالعمل من أساسه وأنا بأعترض كان عم بنقتل مسيحي أو مسيحي لأنه إنسان حياته هي دية من الله نحن نعترض لأنه لازم نقول كلمة الحق برابو عليك مش هد من الحق ولأنه كرامة الإنسان أي كان كرامته من كرامة الله بنظري كمسيحي لأك أنا ما بريد موت حدا ولأني خايف من فئة بأعترض لحتى ما يقذوني ولأ لأنها الفئة ضعيفة ما بأعترض لأنه ما بهموني هذا اللي بدي أقوله بتمنيوا على ضمير العالم بالقليلة باللي عم بيشاهدونا لنرجع لأنجيلنا بهالأنجيل يسوع عم بيعطينا مآييد تتخطانا كبشر بدون نعمة الله لأدير حب يسوع وحب الآب وعمل ما شئته مثل ما عمله يسوع شي مستحيل إذا ما في نعمة الله ولديس بولوس قاله الخير اللي بدي أعمله ما بعمله والشر ما بدي أعمله بعمله من ينقذني من جسد الموت إلا المسيح الشكر لله اللي حررني بيسوع المسيح فإذا لا يدير أنا كما حبني الآب أنا أيضا أحببتكم يسوع بيدير أولى بكل صدر لأنه يسوع الآب بعته لا يفتدينا كما حكينا بالحلالة السابية هكذا حب الله العالم بزل ابنه وقلت بصلاة اليوم ليس من حب عظم هلأ رح نشوفه أن يموت الإنسان في داعنا من يحب يسوع عملة لهيك يسوع حب الآب لدرجة دخل بكلمته للنهاية طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني يسوع عاش كل حياته من دخوله للعالم كما قالنا برياضة وكنت ماري أنا بشكر كله اللي شاركوا فيها أنا بشكرك أبونا على رياضة رائعة بشكر ربنا لهيك يسوع بقول مثل ما قالنا عند دخوله إلى العالم زبيحة ومحتقة لم تشاء لكنك عددت لي جسدا فقلت هانا زائتني الله اللي عمل مشيئتك وشفنا آخر كلمة على الصليب قال لقد تم كل شيء فإذا بالبستان بالزيتون لا تكن مشيئتي بل مشيئتك فإذا مشيئت الله هو منتهى الحب لهيك أول شرط للحب تعيشي مشيئة اللي بتحبيه وتستقي فيه لأنه أنا ما بعيش مشيئة شخص ما بسق فيه صوري واحد يقول لي روح أعمل لك وأنا ما بسق فيه ما بعمل شي ليش بيعمل هيك ما بيعني لي لعمل أساسا كيف إذا عم بيطلب حياتي معي يسوع بدنا نعيش نفس المياس ليس من حب أعصاب وليقلي محل تاني من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسي ويحمل صليبه أنا لو ما بحب يسوع أكثر من نفسي ما بكفر بنفسي مشانه وهذا اللي عاشه إبراهيم إبراهيم يوم خياره بين حب الله وابنه إصحاق كان حب الله أكبر من ابنه إصحاق اللي نطره 25 سنة لكن شو قال له الله بذاتي أقسمت لأباركنك بركة لأنك لم تبخل ابنك وحيدك عنه هذا من إبراهيم اللي ما عرف يسوع مثل نقاباك وإبراهيم اشتهى أن يرى يومي وفرح نحن عم نتناول الله نحن أخذنا سمعنا اللي لم يسمع به الأنبياء شو قال لهم يسوع ملكة التيمن جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وها هنا أعظم من سليمان يسوع ذاته كله أنا عم بسمع كلامه وإذا كلام اللي حكوا الملايكة بقول لك تاب قد ثبتها كيف نحن منهرب من كلام أبو له ابن الله الوحيد الكلمة الإلهية وعبين قل لي كلام الآب من هون لما يسوع بيحكيني عن الحب عم بيطلب مني اتخطى كل مفاهيم الحب المتعارف علي وما بدي أولى مسبع حتى ما نترك مجال للأسئلة كون عم بيأتل أنا كل حياة يسوع فيني لأنه حب يسوع حب منقي حب يدخلني يبقتون نار لينقي كل شي فيني لهيك الحب يقولوا ناره نآكلة المحبة كالنار تاكل والمحبة ما بتخاف الموت المحبة ما بتنطر إلا اللي بتحبه هذا الحب طيب أبونا قبل ما نتابع بس لحتى نقدر نعرف ونحدد عن شو عم نحكي ما تحديدنا للحب تحديدنا للحب وهذا هل هو هالشعور الجيلة الجيلة آخر أكيد لا لأنه يسوع لو حبنا بس أشعوريا في أوقات ما كنا مننطاق حتى للرسول شو قال لهم جيل أعوج غير مؤمن حتى متى أكون معكم وأحتملكم بالوقت ذاته بالهيكل نعرف حمل الكرباج وأعلب موايد الصرف نعرف بالوقت ذاته لما طلبوا منه قالوا بده آية لن يعطى آية حتى بترسأله سير خلفية شيطان فإذا حتى الرسول حتى الآن لا فهم لكم كل الأمور الحب مانوش مجرد شعور المرأة اللي بتتجوز رجل اللي بتعيش على مستوى الشعور بعد سنة بينادفوا بعضهم لأن الشعور بتبرد بصطبع الأمانة الأمانة لها الأمانة لها تصير هي بتقبله بضعفه وهو بيقبلها بضعفها وبيكملوا ضعف بعضهم بنعمة الله ليستمروا بالحياة فإذا ما نشعور أنت اليوم شعورك لما أخذت جوزك أو نهار ما نعمت لشعورك اليوم يمكن شعورك تغير بس حبك نضج وصار أكمل لأنني عشتي معه مسيرة حياة لكن الحب مان هو شعور الحب هو التزام حب التزام التزام هو قبول للآخر وأنا لما بلتزم بالآخر ألتزم فيه مثل ما هو مثل ما التزم المسيح في الكنيسة شبه اللي ادي صوله يسوع حب الكنيسة بغسلها بغسل الماء والكلمة لكي تكون كنيسة مجيدة لا عيبة فيها ولا غضن ولا شيئا مثل ذلك فإذا نقبله بكل عيوبة هيك يسوع بريدنا نحب الحب إذا هو التزام بالآخر وقبول فيه ليصير أفضل أدي دور العطاء بالحب ليكون حب الحب الحقيقي هو اللي بحب أكتر بيعطي أكتر لكن هذا قارن بين حبي لأله وحب الله لألي مين اللي يعطي أكتر أكيد الله مشان هيك وابتدأ الحب دائما أنت نقطة الانطلال هيك يسوع شوء عن الكتاب أحبنا هو أولا وبذل نفسه وعننا وإذا نحن الخليقة ما منموت عن بعضنا الخالق مات عننا أي حب حبنا الله فإذا الحب هو انطلاقه نقطة بداية وكلما أنت دخلت بيعطونا الحب كلما بتكبر هالهالة وبيكبر شفتي بالكنيسة كانوا عم بيعملوا الطريق في نقطة رح تنحط في الكنيسة ده مدخل الكنيسة اللي عبيرسموها نقطة هالنقطة بتكبر بشكل إذا بدك رسور هالنقطة هي البداية يسوع هذا الحب كلما دخلت بيسوع كلما بتبرمي معه بها الهالة لتبلغي الكون كله إلى مالة نهاية وبين هالدائرة اللي عبتبرهم في فراغات الفراغات في لون تاني ليش؟ لأنه شمس الله بتشروع على الكل اللي بحب يغطي الماء بيحب ويجره على الحب واللي ما بيعرف حب دي يشوفه فيه واللي ما عرف حب الله شمس الله من خلال الموجودين عب يبرموا حواليه يعني بالنتيجة ما رح يضل فيه إنسان ما بحب هذا المنترجع بس ما منقدر نفرضه لأنه الحب لا يفرض أنا بلتزم بالآخر بس ما بجبه بالآخر يلتزم فيني يسوع عبل يخفو للي قتلوا بس اليهود ما غفروا له قد تذكرنا ذاك هو حبهم بس أنا ما حبوه لهيك الحب لا ينطر بدل هيدين شرطين كل حب فيهم تنطر البدل هيدا حب نائف لهيك الله منعم على الشاكرين وغير شاكرين نحن منحب بس نطر بدل وتسمعي كلامنا مره يديش منقول ولا وكل شي عملت له ما بدي يا خيم دحري قل لي شكرا ما يهيني بالعلي طلعني بسواد الوش نحن ما طلعنا الله بسواد الوش نحن صلبنا وهننا وكل شي وفي ترتيلي بتقصي البيضانتي بتقول يا شعبي وصاحبي أي شيء أنا عملته لألكون وحتى يكون هيدا جزائي أما شفيت مرضاك أما قمت الموت أما طعمتك أما كل هالأمول عملتها شو جازينها ارفعه بسلبه بس ما توقف الحب لهيك الحب أيزان مثل إذا بدك الشمس اللي ما بتقدر تطفية كل البرادي المسكرة يوم الشمس بتشرق بتسعر بفتحوا براديهم بتبطل الشمس حتى لو البرادي مسكر الشمس لح تضل تشرق رابو عليك نحن بكم مساكرين على حالي يوم اللي هي بتقول أنا ما بتبطلها لأنه كلهم مساكرين البرادي غيرت هويتها مستحيل هيدا لهيك شو ألي دي صورة المحبة لا تطلب ما هو لها لا تطلب ما لنفسي المحبة لا تتباهى لا تنتفخ لا تأتي قباحة المحبة لا تحصل تصبر على كل شي ترجو كل شي المحبة لا تسقط عبدا وزا جينا بقمنا كلمة محبة وحطينا يسوع نلاقي يسوع كل هدو الموجودين فيه طيب أبونا ذكرنا أنه الحب بتحديده أنه هو التزام أنه هو عطاء أماني كمانا وأماني طيب بس هول الصفات نقدر نلقيهم عند أشخاص منهم مسحية حتى لبل ملحدين يعني نشوف كتير أشخاص بيساعدوا يمكن ناس محتاجة بيلتزموا فيهم بيلتزموا بجمعيات بمؤسسات خيرية بيعطوا بيعطوا من المالهم بيعطوا من وقتهم من خدمتهم أوكي وبيكون عندهم أمانة لهذا العمل بلوقت ذاتهم لأنهم مسيحية ولا بيعرفوا المسيح ولا عم بيعاملوا هيدا الشيء إكراما للمسيح فهون كيف نحدي يعني في شيء بميز بعد الحب أكتر من هيدا الأمور يسوع 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 لما حكم متى جاء ابن الإنسان في مجدي ما رماء للمسيحيين قال تجمع لديه جميع الأمم ولما حدد من بيدخل السماء حدد العشرين المحبة والأمانة كنت جاء فأطعمتموني كنت غريب يا رب متى رأيناك جاء نحن ممنع أطفق كل ما فعلتمه بإخوتي الصغار فبقا قد فعلتمه فإذا لما لدي صور الإيمان يبطل والرجاء يزول أما المحبة فلا تسقط أبدا حطوا المحبة فق كل شيء ولما لدي سيحنى الإنجيلي برسيلته رادي عرف عن الله قال إن الله محبة ومن ثبت في المحبة ثبت في الله لهيك الحب قلت الأمانة أنا الأمانة مش هي وظيفة أنا عم بشتغلة هون السؤال أنا ما بدل بدخل لعماها الأشخاص بس أنا بقدر عملهم وأمانتهم لأنه أؤمن بإنه الروح يهب حيث يشاء وخدي مثل يسوع ذاته عطاه المثل السامري اللي مانو بشريعة اليهود كان أقرب للجريح منه للكاهن اللي عايش بقلب الشريعة واللاوي ورجعنا الزونات والعشرين يسبخونكم إلى ملكوت وبني الملكوت يلقونا خارجا فإذا المئيات مش هون بس أنا ما ببحث داخل الإنسان بس بعرف هالأمانة وهالخدمة لخيو الإنسان في روحهم بتحركم من جوا هالروح هي روح الرب هو وعيلة مش وعيلة لهيك نحن بنعرف الله بيشتغل بكل الشعوب من دوم نحن لهيك قال لي خراف ليست من هذه الخطيرة ينبغي العتيبة بس عم مسئوليتك ومسئوليتي ومسئولية كل مسيحي يشاهدنا ينقل هالنور يحيي انت عايش بالنور بس دك تعرف مظهره انت عايش بيروح بس مطعف ومثما واحد بيجي أنا بتنفت بس أنا ما بعشو الأكسجين ما بعشو بيتركب إذا أجل واحد شراح لي من زمان عم بتنفت بس ماكت عطان عطيه اسم نعم نحن بدنا نسمي له هل عم بيشتغل فيه بكل هالحب هو يسوع المسيح هذا المياد لهيك لما يسوع بقول أنا أحببك فاثبته في محبتي هاي بدنا نعرفه اللي أثبت بمحبة يسوع من أصحاب الأمور لأنه ثبت بمحبة يسوع يعني من أحبني حافظ وصاياي ونحن مسهل نحفظ وصايا الله لأن وصايا بتكسر لأنا وصايا بتبعدني عن ذاتي خلينا نحب الآخر أكتر من ذاتي كل ما أردت أن يفعل الناس بكم وصايا بتخليني شحاد مش معنات كل الناس هاي دم يكونوا مثل الشاب الغاني يبيعوا كل شيء ويتبعوا بس ما بيقدروا يكونوا إذا ما كانوا مثل الشاب الغاني يكونوا مثل زكا ما بيقدروا يكونوا وسطية زكا ما صار شحاد بس ما أبدا يوم التقب الله ما قدر يبتعد عن خيه انظرت حدا بيزدله أربعة أضعف ما بيقدروا يكون مسيحي ما يكونوا مثل المرأة اللي سكبت الطيب يصير يسوع أغلى من البرفان المخبيته ما بيقدروا كون مسيحي ما يكون مثل الأرملة أم بعطي كل ما عندي لمجد الرب حتى لو أنا محتاج إذا ربي حاجة ما كلهم مرأة الأرملة ما صارت مثل الشاب الغاني باعت كل شيء وتبعت يسوع ولا زكا باعت كل شيء ولا المرأة اللي سكبت الطيب باعت كل شيء بس كل هدو كان يسوع الأول بحياتهم لأنها أحبت كثيرا غفر لها الكثير اليوم نالي هذا البيت الخلاص أعطت أكثر من الكل هذول اللي لازم هالكلمات أنا أسمعهم وإذا أنا كان دعوتي مثل الشاب الغني اترك كل شيء واتبعه تكون نعمة بس مش كلنا مدعوين نكون شاب غني بس كلنا مدعوين نتنشبه هالأشخاص اللي ذكرتهم هلأ بيعطانا عطانا مش المال بيعني المال زكا ما أعطى مال للمال لما عرف الله على بابي جوعان ما بدأت تقول المرأة أنا عندي برفام حطوها شعراتي وجرين الله برداني رح تكبته نعجرين ما بدأت تقول المرأة الهيكل بحاجة يمكن لطوبة وأنا عندي ما أساعد به هذا بيت الله قبل بيتي وقبل أكل لأنه إذا ما تصرفوا بهذه الطريقة يعني هاي عم بيتصرفوا بعدم حب برافو عليك هاي الأساس هو الحب بس انت بفيه شيء بوعفك ماري بشي بيجمع بين هالأربعة كلهم نسي وزاتهم نسي وزاتهم نسي وزاتهم ما هو هيك ما بيش بقول الغني الجاهي نع أكيد غني الجاهي كترة خيرات شو قال يا نفسي اني قالوا يا غيري ما قالوا يا نفسي لكي خيرات كلي شربي ما قالوا يا زكا أنا عندي كتير ما قالت للمرأة عندي برفان وعندي مصارب ولا ما عندي مشكلة كنت 300 دينار وعطيهم عجري ما فكروا هيك كلهم فكروا بألله بالزات هذا المثير يعني الواحد يتخلى عن الأنا يتخلى عن زيته وعن نيته ويروح لعند الآخر هذا هو الحب طيب هون لما بقول أنا أحبكم مثلما أحبني الآب كيف الآب حبوا للأبن حبوا لدرجة إنه صار هو ويا واحد أنا والآب واحد مرأاني رأى الآب كل اللي بعمله هو اللي يقالي يا الآب لا عمل شيء إلا اللي سمعته من مين من بي معناته أنا لما يسوع بقول أنا كما أحبني الآب الآب قد ما كل شي فيه من صفات حلوة هو الله الخالق يسوع بيشاركه فيه مساوي للآب في الجوهر وإذا أنا يسوع هل أزحبني ساواني فيه عبيرفعني لمستوى مين مستوى الآب برابا عليك أنا صرت هدية الآب للإبن وهدية الإبن مردودة للآب بالروح القدس طيب بس منقول نحنا أنه الآب أرسل من الملائكة ويمنع الموت عنه بس لو منع الموت عنه ما كان نحترم حريطنا إذا ما بدنا الله بحياتنا ونقتله أم ترك حريطنا تصلبه سيورجينا بحريطه وحبه أكبر من صلبنا يا بديوان الفكرة يعني يوم اللي أنت بتدافع عن نفسك لأنه عندك النفوذ والمال والسلطة وكل الأمور معناها تحدي حريطي لأنه أنا ما عاش فيني بدر أعمل شيء ربطيني نعم قيدتيني يسفع مرض الإنسان مأيد حتى بيحطي يارو الله حتى تقتل الله أنا بأبأ من إيدك وقال له يا هلا بيلاطوس ما كان لك سلطان علي لو نعطى لك من فوق بس أكتو حتي فرجينا رغم أنه قتلتوني أنا رح دل حبكم لأنه أنا حب حب أكبر من الموت لايك لنا بالصليب التقى الثنين نعم زروة حقد الإنسان أكتر شيء ممكن يصله يقتل الله وزروة حب الله من قلب الموت يفتحه طريق للحياة لايك الحبة الأمح اللي تتقع بالأرض اللي لم تموت تبقى وحدها وإن ماتت أتت في السمرك هذا الحب اللي أرسلوا هكذا حب الله حتى بذل ابنه الوحيد بذل بذل يعني روح للنهاية ويوم اللي بروح للنهاية ما عاش في رجوع لايك شؤال يسوع فأنه بيحكي عنه الرسالة بالعبرانيين هو القائم في صورة الله لم يعتد مساواته لله اختلاسا بل أخلى ذاته هذا التلاشي آخذ صورة عبد وصائرا في شبه البشر وصار طائعا حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله رفعة فائقة وأنعم عليه بالاسم الذي يفوق كل اسمين قبل هالمقطع شؤالنا ليكن فيكم من الأفكار والأقوال ما هو في المسيح يسوع طور يكون فينا الأفكار أفكار يسوع مثل ما هو حبني لايك قالنا كما أحبني لا بأنا أحبابكم إن حافظتم وصاياي اتجعنا لحفظ الوصايا حفظ الوصايا اليوم في كتيرين بيحفظوا كلام الإنجيل على الغايب بس كم يعيشون لما أقول مسيحهم إذا حفظتم وصاياي مش قلنا تحفظوهم وتسمعوهم بل تعملوا فيهم برابع عليك بس اليوم عند الأغلبية أنا حفظان الإنجيل أبونا على الغايب بس عمليا ما في شيء بحياتهم ويسوع بيقول لهم لهالناس مثل ما بقول لألي ليس من يقول يارب يدخل ملكة السماوات بل من يعمل ميلادي وإنكم تفتشون الكتب بإلهم تظنون لكم فيها الحياة فهي تشهدوا لي لو تؤمنون باللي عم تقروا بتحفظوك أنتوا عملتوا واللي لازم تعملوه فإذن يسوع لما بيدعيني لحفظ الوصية عم بيدعيني لعيشها وعيش الوصية والثبات في محبة الله من الأمور الصعبة لهيك بالحلقات الجارة نشوف نتيجة حبك لله إذا نستعمل كلمة في لبناني بالعتيقة بالعتيقة ليس بالجديدة لأنه سيكون كل الأسلحة ضدك لأنك تغذي خط ضد العالم وسيقول لها يسوع بكرة نشوفها حسب التلميذ أن يكون مثل معلمين يكفي بول كما حفظت وصايا أبي هل أنا فعلا حفظا وصايا يسوع يسوع ما حفظه حفظ عاشه طامعا أعمله مشيئة الذي أرسله ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بيقول كل كلمة أنا ديش فيني أولى وكون أمين صدعا أم بولا نعم ما فيني أنا الكاهن ما بسترجع أولى صدعا ما فيني أولى لأنني ما أنا فعلا نعيش الوصية مثل ما طلبه يسوع بكماله ولاني وصلت لمستوى أمنا مريم اللي كانت تحفظ الكلمة في قلبي أو عيد البشارة كان من كمانين عاد على الكد اللي بيحمله اسم مريم وكل البعيد والعيد وكل اسمه بشارة بعد يقول لأ هل نحن فعلا نحفظ الكلمة ونتأمل فيها بقلبنا علامة استفهام لعضرة ما الذي تتأمل بالكلمة تحفظها حبرة الله لهيك انتبه فيه شغل كتير مومن الكلمة بتأدي قال كلكم أنقياء لأجل كلامي الذي كلمتكم به يسوع بالعشاء لعضرة ما قال للملاك قبل ما تحبال بيسوع ويزر علي يروح لإدرس يروح فيه يحلوا عليك ما قال للملاك يا ممتلئة نعم كلمة تحفظوط الحب حررة حب قدسها لهيك صرت مسكن جميل لرب الجنود الحب هو اللي بيقدس وهو اللي بيحرر ولكن يسوع لما بترس نكره ما طلب منه تكفي طلب منه الحب ليحرره هل تحبوني؟ يعني مريم كانت يعني أصلاً كانت عم بتعيش هيدا الحب من هيك اختارها الله برابو عليك حب مجبول بالتواضح لأن الحب الحي طواضح رغم كل حبها لالله وأمانت لأله لما قال لأ رب تحبال شو قالت له بعد ما فهمت ها أنا أمتن للرب هل يكن لي بهون السؤال أنا بسأل ذاتي طيب الحب بشارع إذا وما بيصد شو الفرق بين العذرة وبين زكريا الملاك ذاته والثنين سألوا ليش العذرة راح معها بحوار وليش أصصوا لزكريا اللي بطبع أخرى عندك جواب يا ماري يمكن هلأ في كذا فيك بس أكيد جاوب اللي ناطرين كي لا بس أنا أفكر فيه أنه زكريا صار قبل باللحظة القديم مع إبراهيم وصارة مع شامسوم وامو للصمويل وغيره نعم أنه شخص كبير بالعمر بتان بالسن وعاقر أنه يرجع يصير عنده ولد فهذا الشي صار بالماضي بينما مع مريم أنه عزراء تحبل وتجيب ولد بعد ما كانت سايرة بالتاريخ حربك كثير لأ الحقيقة بس أندي لك زكريا كان كاهن نعم يعني كان يوعظ الشعب بالكتاب المؤدد وكان مخبره قصة إبراهيم وصارة وكل هالقصاص كان بيعرفها وقرب قصة عليه كانت هي قصة إذا بدك العذرة اللي كان بيعه أم عاقرين وحبلة كمان أم بشيخوك يعني ما نبع عيلته ذاته بس كان عم بيبشر بالشي لا يؤمن في ويساده مثل كثيرين بيقروا للنجيل بس ما بساده اليوم بتطبع هذا كلام كان بالماضي ليوم عايش بطبع بينما العذرة ما كانت عا بتعلم الآخرين كانت عا بتشتغل عذاته ولهيك كانت هي اللي صار مع مصر لا قبلها ولا بعدها لهيك ربنا بيعبل ندخل معه بحوار بس ما بيعبل الله ندخل معه بشك المحبة ما بتشك لما شكتت يا قليل الإيمان لما دخل معه بحوار إذا كنت تلمسيح تقاله ما تخاف لأبطرس ماشي فوق الماء لما صار شاف العاص في غريق قالوا ليه شكت يا قليل إيمان فإذا الشك المرفوض والإيمان تدخل بحوار مع الله تعالوا نتحاجج يقولوا الرب هذا بحب الحوار شو بفرق بين العذرة العذرة دخلت بحوار والحب بدخلك بحوار مع البيتحبين وانتبي الحب لما حبنا لأب ما بقي هو فوق أرسل ابنه صورته الأكمل لألنا لأنه اليوم الحب يكون فيه تساوي هياك يا سوال لو سميكم عبيدي يعني أنا سيد وانتم عبيدي أنا بحب الشغيلة عندي أي حب أنا برجع بناموا بكوخهم بزريبتهم بتعتيرهم وانت بتنام بأصلك أو بفيلتك أو بالبدك الحب أنك تشاركم بكل شي الحب ما نوشف اليوم تسمعي ناس قولوا أنا بحب الكلب تبعي أنا ما بقدر بقول كي بتجانس أنه عن الحب بتعطف على كلبك بتدجنته تهتم فيه تهتم فيه بحب حمار أنا بزن كارسي أنك تساوي حالك بالحمر أو بالكلب هلأ في ناس ما عندهم مشكلة يساوي حالهم حتى بيهم لأنت صار بيجوز والحيوانات بني أدمي ما عندهم مشكلة بس أنا عندي مشكلة لأنه أنت وأنا مخلوق أصورة الله ومثاله أصلاً هيدا الفكرة مننا جديدة أبونا حتى مربولوس حكي عنا برسالته عبدالقليل أو نسي الخالق بس بدي أقول الحب فإذا لم يكن هذه الصورة أنه لا يوجد التساوي الحب فيه التساوي الحب فيه حرية إن حرركم الإبن صرتم حقاً أحرار لكنهم لا يسميكم عبيد فإذا موجه الحب هو التساوي أيضاً اليوم المرة تتجوز الرجال تقول هذا يغضى هذا ليصرف على البيت هو بيغضى يقول أنا لأشفع غريزي لا يوجد حب بيناتهم يعني هو نطر شي منه هو نطر شي منه أنت بتعميني وأنا بقدم لك حاجتك أنا بخسر لك وأنت بتجيب لي المصاري هذا مصلحة صار فإذا الحب هو تساوي لكن قال الإديس بولوس مثل ما المسيح عمل كنيسة وبذل نفسه عنه المسيح ساوي ذاته بالكنيسة ويوم المرأة تحب جوزة تساوي ذاته فيه والعكس صحيح يساوي ذاته فيها يوم المرأة تحب أهلهم يضعوا حالهم محلهم أنا أبي وأمي خدموني أنا صغير ويا ما حملوا مني أنا بدي أحملهم هنين كبار وأنا عمّا عبرت شي من اللي عملوه لأنه لو لاهم ما كنت موجود سنين موجودين لأولاي الحب إذن ونظرة تساوي ونظرة شكر على يسا من يشكر الله إلا هذا الغريب يسعب يساوي حاله بالأبرس لما لمسه لأنه كانت حسب الشريعة إذا بالنسو يتنجس مدام دخل بنجاستي اللي يحررني منها أهل شيء ويجعله شكرا نحن ما كان فينا كإنسان نكتشف حب الله إلنا لو ما تجسد برابو عليكم والمسيح إجا عمل هيدا الحوار وخبرنا عنه يعني عملية التجسد بحد ذاته هي فعل حال نسي وحاله فينا لحتى يعني الخالق سي وحاله بالخليقة يعني يمكن بعد إذا من سيوي حالنا نحنا كنت عم تذكر أبي شاب حيوين أقل يعني بعد أقرب إلى العقل والمنطق من أنه الله يستوي من أنه الله يستوي حاله كإنسان صحيح صحيح مارين بالمئة ميلة عم في الصعب بس لإلك لهيك اليوم كثير أشخاص مؤمنين من دين تاني ما بيقبلوا فكرة الله صار إنسان لأنه لا يعقل الخالق المالي الكوني تساوى فيك يتساوى فيك بكل شيء ما خلع الخطيئة يعني ما عمل خطيئة ما بيقبلوها لك أنا الإنسان المعتر بنجازتي بهمومي معقول الله يصير مثلي صبري بس الله عمي أنا أوقات بشير فكر أبونا أنه أنا كيف قبلتها هيدا الفكرة يمكن بقول لأنه ربينا علي وتعودنا علي ممليئة غريبة بس أنه شخص اللي مش من الأساس وعيدة كثير صعب الواحد يصدق إذا ما اخترقوا أنه الله الخالق الكون هالقد كبير وعظيم أنه يصير إنسان لأنه تقللي أنه هالقد هو بحبنا يعني تعرفي الملك جورج ملك بريطانيا لما قرر يتنازل عن عرشه لأجل اللي بحبها تيرين قالوا عنه مجنون حالا بترك عرش بريطانيا ومجوهراتها وكل شيء مشان واحد اللي بحبها قالوا مجنون بس السؤال لو سألنا توقله مين أغلب النسبة لك كل مملكة بريطانيا أو اللي بتحبها كان اللي بحبها أكيد وإلا ما ضحب كل هيدا القشو رابعلي لا يكبول الله أحب كل واحد منا كأنه كل البشرية وحب كل البشرية كأنه واحد وهذا حب مستمر مش حب وقت هدي أمانة الله لأيك الله الأمين للإنسان أبنى الإنسان أمين للأله هذه لازم نعرفها من هون يسو عام بقول وأنا ثابت في محبتي كلتوا لكم هذا ليكن فرحي فيكم ويكن فرحكم كاملا ما في إلا الحب بيعطي الفرح لهيك انتبه مزمور الرب ويرعاني بيورجيني شخص بيحب الله لأيك ما نخايف من شي الحب حرر من الخوف لأنه دي سوحنا بقول المحبة الكاملة تنفي المحافة لهيك انتبه شو قال أني ولو سلكته في وادي ظلال الموت لا أخاف شو قال لأنك معي لأنك معي لا الموت ولا ظلاله ما بيخوفوني وما أقول له شو قال نحن نشوف بكل آلامه أني فائد فرح بالمسيح اللي فيه أني فائد فرح يفرحوا بالرب وأيضا أخوذ يفرحوا فإذاً مسيحي بيحب ومسيحي حزين ما بتصبط لازم نفهمها أصلا مسيحي حزين بحد ذاته مش مفروضة تكون مفروضة براو عليك لكنناها برياضة الديس الحزين بأسل الديسين تماما واحد الديسين بقول أعلى قمة بالقداسة هي الفرح الدايم الفرح الدايم مش عمعناته هون عدم المبالات معناته الثقة بالله أكبر من كل الأحزان لأنه فيه فرق أنه أكون أنا مبالي بشي يخرب طعمر أنا شو فرقة معي ياسوب القبكو مع الباكين وافرحوا مع الفريحين نحن وعلينا توبة للحزانة بس أنا حزني ما بيقودني لليات ولا فرحي بيقودني على فراح العالم بيقودني على الله مصدر كل فرح هاي خمرت قانا اللي ما بتخلص هاي بدنا نعرف نعم من هون ياسوب ليس حب أعظم لأحد أن يبدو الحياته وعن أحبائي سماني حبيبه ولما يسوب الحبيبي ما مثل ما نحن من أولى ناطرين شي من حدا يقبرني شو بحبه نحن مسمع ليه بتحبه يا أبونا مدللني مصاري مجوارات وسيارات ليش ما بدي حبه ينقبر يقبرني شو بحبه يغيبوا كل هدول بطل يحبه بطل يحبه وانت بيطاغوت بيجسدها بأحده قصيده تير عجبتني تعملت فيه بقول قد أحببتك فطلبت منك فعطيتني أكثر ما طلبت فطلبت أكثر فعطيتني أكثر وطلبت وطلبت ولم تزهق يوم من عطاياك لي حتى أصبحت عطاياك حاجزا بيني وبينك فلم أعد أرى وجهك بل أرى عطاياك فقلت ذات يوم سأحبك دون عطاياك فصعدت فوق كل عطاياك لأراك مجردا ولما رأيتك حرفت من الحب فأني لا أريد أي شيء من عطاياك لك نحن نعيش في الحياة ونطلب من الله دون ما نعرف وشهل حنون نحبه لك لكن هذا ما نحبه يعني نحب هدايا نحب عطاياك لأن الحب مفروض أنه ما فيه نقول أنه أنا بحبه لأنه أنا بدي حبه لأنه أنا حب ليس لأنه بيعطيني أو لأنه وهذا اللي قاله يسوء شو قالنا قالنا لا تهتموا قيشو من أكل شو من أشرب شو من ألبس هذا المطلبه من الله طلبوا ملكوت الله حبه وبره وتلك الأشياء تزادوا لكم الحب فيه سعة لأن أباكم الذي في السماوات يعلم ما تحتاجون إلي قبل أن تسألوا إذا بدك تفتح للاتصالات نعم طالما نحن بحلقة مباشرة على الهوى فمجال الاتصالات مشاهدينا مفتوح لحتى تكونوا عم بتشاركونا بحلقتنا فينا نكون كمان عم نتشارك حول الأسئلة يلي كنا طرحينا على الفيسبوك أنه أي حب بيطلب الله هل الحب اليوم بيوصلني على السماء كيف بيوصلني على السماء ممكن بتحبوا تقولنا شو يعني الحب بمفهومكن كيف أنتوا بتشوفوه هل بتقدروا تعيشوا الحب هل هين هذه هالوصية الصغيرة هالكلنا الصغيرة قد هين أنه نكون عم نعيشها ونجسدة أسئلة كثيرة فيها نكون عم نتشارك فيها على 01-255-500 ونحن بهالأسناء رح نكون بعدنا عم ننتابع شرحنا للنص بتابع الرب يقول فأنتم أصدقائي إذا صنعتم ما أنا موصيكم به بالأي 14 اليوم عند العسكر مريب لو نفذ ثم اعترد مع يسوعب والله أنا ما بدي غصبا عنك تنفذ وما وبعدين تعترد أنا بدي تعتنع باللي عم تعمله إذا أنت بتتحالك صديقي وأنا بتعدني مسألة لك وقال لهم يا يسوعب العش أن كنتم تسموني الرب والمعلم والسيد وحسنا تقولون لأني كذلك أنا أخصلكم أجريكم أنتم شو لازم تعملوا كنتم لكم قدوة فإذا يسوعب يدعينا نحب متل ما هو حب ونعمل بوسيطه لا أسميكم عبيد لأن العبد لا علم له بما يصنع السيدة كلمة عبد نحن لازم نتعود نتحرر منها وإذا أبعني العبد عابد لله إي أكيد أنا عابد لله الآب والإبن والروح القدس ومشأنه ما لنا حق نقول نحن عبيد لأي كان حتى للإديتين أنا عبده لمار شاربيل لا أنا مانش عبد لمار شاربيل ولأني عبد حتى للعزراء لأني أنا أبن للعزراء وأخ لمار شاربيل نعم أبونا رح ناخد الاتصال الأول ألو سلام المسيح معكم أبونا أبوليس وليكي ست مريب أهلين وفي أشيخ الليكي كيفاك اليوم الحمد لله حمد لله نحن بسطنا أنه بوجودك يوم الرياضة الروحية وأنا بشكر أبونا أبوليس حيا على اليوم الجميل اللي أبدنا وكان الواحد فعلا بيحس أنه ياريته مخلص قد ما كان جميل صحيح بهنيكم أبونا على هالحلقة الجميلة جدا عن محبة الله اللي هي بلا حدود أنا حقيقة أمبسطة جدا بتأملك اللي ذكرته عن أن نحب الله بذاته مش من أجل العطاية ودي شغلة مهمة جدا جدا وتنقص تنقصنا جميعا وأنا أولهم كمان بحب يشير إلى مقولة جميلة قالها لكديس غوستينوس قال لربنا تسهر علي وكأنك قد نسيت الخليقة كلها وتهبني عطيك وكأنني أنا وحدي كل موضوع حبك يعني ربنا بيحب كل واحد فينا محبة شخصية كأنه ما فيش في الكون غيره هو وبس فده جمال عجيب يعني حقيقة أنا ما رح أطول أكتر من كده بس موضوع جميل جدا وبشكر هالمحبة الكبيرة اللي بتحطوها بقلوبنا من خلال هالبرنامج الجميل شكرا إليك وفيق على اتصالك ناخد اتصال جديد سلام المسيح سلام المسيح معك مين معنا؟ أم هادي أهلين أم هادي نتفضلين أهلا فيك مرسي سلام المسيح أبونا ومعك يا أم هادي أهلا وصحة أهلا فيك أبونا في أسأل من بعد إذنك سؤال عن المثل اللي 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 عمال قتلوا الابن نعم كرامين نعم نعم العمال اللي يشتغلوا بالكرام نعم الكرامين سبو نمثل كرامين هاي دولي قتلوا الابن وقالوا انه نحنا قتلنا الوريس نحنا منورة اذا قتلناه منورة تعالوا نستولي عميراته فردو؟ نعم نعم عمليا ويعني شو بيرنزوا عقلمين الكرمين ويعني شو بدي يقلنا لانه كيف بدون يورته هني ويعني شو بيجيبون للبيت كيف بدون يورته ابونا الابن بيورت العائلة لا رح يورت ابونا رح نستولي نعم ما شرح نورت رح نستولي تعالوا نستولي عميرات هايك ايليم الكتاب نستولي هايك بالانجيل بالنطق هلا يمكن فيه ترجمات هلا او نارس ميرات بات خليني جاوبك بالحالتين اما هايك اذا بتكرمعي رح سكر التهدد معك هاي بشريك اهم كالقلبي رح جاوب بطريعة سريعة نحن كتير منا اليوم بيحاولوا يلغوا الله من حياتهم ويحلوا محلوا وبكفي ما بديدين اشخاص نشوف بعض الاشخاص بالنفوذ والسلطة الكامب لبنان او برات لبنان كيف بيحجوا حالهم الله على الارض وكانوا اخدوا محلوا وصاروا بطلبوا من الناس كل شي بيطلبوا الله من الانسان من الطاعم من الخضوع من السير وراهم من الموت لعجلهم من كل امور وهيدي امور خاصة بالله وما تنسي انه نحن كرم الرب اللي زرعنا بدمه وزرع فينا شجرة الكرمية اللي هي ابنه الوحيد لنصمر حياة ابدية مع كل اسف اليوم هالكرامين اللي عبسكتوا الانبياء والمرسلين وبيرجموهم مثل اورشالين قاتلة الانبياء والمرسلين بعد كتير منهم موجود فينا لما نحن مناخد محل الله بحياتنا ومنعود على عرشه ومنطرد الاخرين او من نستغل حاجة الاخرين لنبعدون عن الله ان شاء الله تكون جاوبتك نعم منشكر اتصالي امهادي ومناخد كمينا مشاركة سلام المسيح سلام المسيح معكم من معكم مخلص اه مخلص اه مخلص اه مخلص احبونا كيف او امدي حساب نحبونا الاشباب نعم تفضل مخلص اه انا عندي جنفة سؤالين يم ابونا بصراحة اه اقول السؤال اول اللي حكى على قضية اه طبعا اوجهه اله السؤال حكى على الدائرة اللي موجودة بالكنيسة انا كمسيحي وين اكون في الكنيسة او في داخلها هل اكون انا في الدائرة على محيط الدائرة ام خارج الدائرة هذا السؤالي كمسيحي وين اكون من هالدائرة هذا السؤال الاول بخلص والثاني اي الثاني اه بنا دائما نسمع انه يا رب زيد ايماني الرب شوني زيد ايماني انا انطاني كل شي بالمحبة ما لتو ايلي فهل هو اللي زيد ايماني ام انا زيد ايماني الى الله بمحبة تقديم الخدمات علوم وشكرا ابونا شكرا لا لك رح اجاوبك على الاثنين اللي مثلك يا مخليط انت مش بطرف الدائرة انت منطلق من قلب الدائرة من قلب الرب لحتى تحمل بحياتك رسالته وتتذكر الاخرين بوجوده بحياتك من خلال عملك يشوفوا عمله لكن تدخل بهالدائرة الكبرى اللي ان شاء الله بتضمك وبتضم كل الاديسين والاديسات اللي عم بيمشوا وبيكونوا بالحيات مثل الملح مثل الخميرة مثل النور اللي بيدل على يسوع مصدر النور ومصدر كل صلاح ومصدر كل نعمة بالنسبة لسؤالك الثاني يلي هو كل واحد منا قديش مهم بحياته يكون مع ربنا وقديش بحاجة لهالإيمان لما الرسل قالوا له يا رب زدنا إيمان يعني كل ما عرفنا الرب كل ما بزيد إيماننا فيه نحنا عم نطلب من الزاد معرفة لقالوا لي الزاد إيماننا فيه لهيك قالوا للرسل أنا معكم قالوا لفليبوس كل هذا الزمان ولا تعرفوني يوم اللي بعرف الله بزاد إيماني فيه فإذا هوني لما بطلب من الله يزيدني إيمان وكان يقبله زدني معرفة فيه صحيح هو أعطاني كل المعرفة بس كمان دي يعطيني النعمة لا در أعرفه أكتر وأكتر لأنه بدون الروح القدس أنا لا أعرف المسيح وبالروح القدس أنا بعرفه أكتر وبزيد فيه إيماني أكتر إن شاء الله يكون جاوبتك يا مكلف هلأ بالنسبة ل يا رب زدني إيمانا أبونا هو الرب يعطينا دفع من الإيمان نحن اللي بدنا نزيد إيماننا فيه صحيح بس ما منقدر نستوعب طيار هالإيمان إذا ما عم بيشتغل الروح القدس يعني هوني حالك شغلي الرسل قبل الإيماني يسوع معه شافوا عجيبه شافوا كل شيء وقت القلم شو عمله هربوا هربوا كلهم تضرب الراعي فتتبدد الخيرات بطرس خاف من جاري ونكره وحلف إنه ما بيعرفوا بعد الإيماني لما رجلون يسوع بعد الصعود بركع أصبته فورا شريمه وصلوا ليتمكسوا قوة من العلاء نزل الروح القدس الروح القدس فهمون يسوع أكثر من العلاء الجسدي دخل بعماءهم ليفهموا كل شيء صار يفهموا شو يسوع هلا هو الروح القدس كان موجود فيهم بالأساس صحيح بس هنما كانوا فتحين قلبه ونعليه بس ما كانوا استعدوا له إذا بديك مثل العنصرة بالرقوع والصلاة ما كانوا بعد عطوه مجال يشتغل فيهم مثل ما يسوع وقف على الباب ما منفتح له مش معناته وغايب نحن اللي مغايبينه يوم اللي يستمحوا له يشتغل بطرس شو عميه لما وقف قدام أعلى السلطة شو قال له ذاك الذي صلى بطموء قام الله ربا ومسيحا كان خايف من خادمة كل قتلة يطلع مبسوط هذا اللي الثيئة والزيادة معناته لما أنا بقول له يا رب زدني محبة مش معناته أنا ربنا ما أعطينك المحبة بس أنا بقول له أنا عم بحط حالي قدامك لتملاني من هالمحبة عم بقول لك تخل لك كل أبعاد حياتي بل إذا دخل بديك الشيء كتير عملك ياها إذا ديزد لك إيمانك في الشيء كتير حقربط لك مفاهيمك واحد زايد واحد لأنه الإيمان لا يبنعنا واحد زايد واحد وأنا وقت بتشارع مع ماري مع ناس بقول لك إبنا نقام إنه يسوع المسيح هو الله وقام إلي عزار أنا بسألون هل بالإيمان بترس مشي على المي أو بالعقل؟ بالإيمان إلي عزار قام بالإيمان أو بالعائل؟ بالإيمان بما رتعت له قد أنتن طلعت ريحته لعذرة ولدت بالإيمان أو بالعائل؟ نعم كلهم بالإيمان خمرة صارت الميزة يعني وكأن الإيمان بينفي العقل يعني ما بينفي بس بيتخطى لهيك كان بالتاريخ النيساس فيه فكرين فكر بيقول أنا بؤمن لأتعقفل وفيه فكر الثاني مع غستنبول أنا مع التومالكويني أنا أتعقل أتعقل بإذن اتنين بيكملوا بعضهم بس العقل لوحده بدون الإيمان ما بيصار نعم نعم رح ناخد اتصال جديد سلام المسيح ألو ألو سلام المسيح معك وين معنا؟ سامية أنا سامية كيفيك مدام مريك؟ حمد الله سامية أنت كيفي؟ أنا نشكر الله وكيفك قدس أبونا؟ نشكر الرب يا سامية ومارسي عبجودكم برياضة أبدا يا أبونا نحنا لأخدنا بركة وبشكركم كتير كان يوم لقاء روحي كان مهم كتير ومفيد كتير ويراد دايما يعني يتكرر الله كريم أبونا بتقول بس كلمتان صغار إنه دايما مثل ما أقول الأخ مصلح إنه ربنا يزيدنا إيمان فبنقول يا رب يعني كون الإيمان نحنا كل ما منتمسك بمحبة ربنا يسوع كل ما بتصير جزورنا عميقة بمحبته أمين 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 يا أبونا شكرا يا سامية شكرا سامية شكرا على اتصالك وشكرا على محبتك كان فرح كتير كبير لقلي إنه تعرفت عليكم أم ناخد كم هنا مشاركة سلام المسيح سلام المسيح بقلبكن بقلبي كنين معنا معك ليلا كيفك يا مدام ماري حمد الله ليلا ليلا من الإمارات حليلويا كيفك يا أبونا شكرا استنالك يا ليلا ربنا يحميك يا رب أنا كمان اشتاقت لكم صراحة تير بس عندي مشكلة أنا ما بيعلق عندي بيضلوا يقصى قلت اليوم خليني أحكي هيك نعم نعكنا صوتك مشكر الرب المهم يا أبونا هلا فضلي ليلا شو بيطلب مننا الرب أي حب بيطلب مننا الرب يا مدام ماري الحب اللي بيطلب مننا الرب المفروض يكون مجرد من المصالح يعني أنا مثلا إذا بدي حب ربي لأنه عم يعطيني ولأنه موفق أولادي ولأنه ولأنه ما بدي بلاه الحب هيدا أنا بدي حب ربي لأنه هو يحبني قبل ما أنا حبه هو الإجالة عندي هو الفداني بدمه هو اللي عمل لي كتير إشياء لحتى خليني أتبعه هيكي لازم نفذ وصايا يعني أنا لما بحفظ الوصايا وبنفذها معناته أنا قلبي مفتوح وعم بحب الرب هيدا اللي أنا حبي للرب أنا ديشكرك يا ليلا لأنه أنت عم تحكي تذكرتيني بسفر أيوب نعم أيوب شو قال الشيطان لربنا قال له قال له أيوب بيحبك عن أليه لأنه خيراته كثيرة أولاده صحته النحى وعنده مصاري بس بيّن أيوب إنه بحب الله لأله ليش لأولاده ولا لصحته ولا لماله أكيد يا أبونا أنا بحبه لرب بحبه هيكي بحبه بحبه ما في نعيش بلا حبه يعني وهذا اللي بنتره دايما وأنا فرحان اليوم اسمعت صوتك هيك مش عشير إن شاء الله بطبي هيك يا ليلا والفرح ما يطلع من قلبك يا رب أبدا أبدا ولا ممكن ولا ممكن يا الزادة ولا إيماني بي الزادة ولا ثقة برب يبت الزادة أبدا الله يخليننا ياكي بحبك يا مدام ماري وبحبك يا أبونا مرسي ليلا مرسي كتير على اتصالك مرسي على محبتك ليلا ما بعرفي اتصال ما فيها لا اتصال فأزا المشاهدين نحن بعدنا عم نتلاقي اتصالات فون على 01255 500 لا تشاركونا بحلقتنا عن الحب أي حب الله بيطلب مننا اليوم شو مفهومنا للحب كيفينا نعيش الحب ليش الحب هو بيوصلنا على السماء ونحن عم نكفي معك أبونا أبونا بدأرجع لا اتصال مخلص مننا حكي عن الدائرة اللي ذكرت حضرتك بالبداية اسمي أبونا دون حضرتك ما في ديلك مدام ماري ديلي ماري وأنا اسم أبونا نعم عم يحكي انه وين موقع بالدائرة موقع انا بحدده صحيح ما هيك انا وين بحط حالي بهالدائرة او بحط حالي بالوسط او بحط حالي خارجا وهذه صورة عن الملكوت يسوع بحطنا كلنا بقلبه بس من احنا وين منطلب نكفي على الخط او منطلع كل واحد بيهود خط البريدو ويسوع بيحترم خياراتنا طبعا وهذا تمن الحرية اللي عطانا إيها صحيح احترم للآخر حتى لو عررنا نص صلبه حي يسوع احترم حضرتنا نعم في اتصال او بكفي او كي او كي فاذا بقول يسوع لا سميكم عبيد بل احباء لأن العبد لا يعلم ما يصنع سيده نتبه هون شغلة كثير مهمة ها في اتصال نعم في اتصال نعم ناخد اتصال جديد ألو ألو سلم المسيح اتصال جديد ألو وين الاتصال ألو ايوة نعم تفضل مين معنا نادية اهلين نادية اهلا بكي مرسي كيفك اليوم؟ ثمرة الإيمان هو الحب ثمرة الإيمان هو الحب الحب فأنا كل ما آمن كل ما أزيد علاقتي بالله خلال الكتاب المقدس وأعمل بالوصايا مالتو رح أحب أكثر وبعدين يسوع طلب من عندنا ظهر الأحد القديسات قال له قليلة من الشعب أن يحبوني 24 ساعة باليوم وسبوع كامل يحب سبعة أيام محبة إلي بس نحن هذا هل رح نقدر ننفذه؟ أكيد لا لأن شما سوينا ما رح نوصل إلى الحب اللي تعانيانو الله المحبة اللي حبلنا ياها فنسعى إلى أن نعمل على الأكثر اللي نقدر نسوينه ومارسي كتير مرسي إليك نادية وكالنادي عم تقول مع القديس فولوس أن المسيح أدركني أولا وأنا عم بسعى لأدرك المسيح يعني حبنا سعي لأن شبابتي بس مش عم تصير أده نعم أكيد لأنه هو الحب هو المطلق هو الحب هتبول عنه القديس شحني صحيح الله حب منتبع مع اتصال جديد سلام المسيح ألو 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 نعم سلام المسيح بقلبك مين معي معك مادام شفيقة مادام شفيقة مادام شفيقة شفيقة نعم تفضلي أه عم نسمعيك تفضلي تفضلي مادام عم نسمعك أه أنا بدي أقول أنه المحبة ربنا حبنا أه بكل يعني بعثنا ابنه يعني أكتر فنحنا لازم نحبه بدون شرط يعني تسليم كله لإله نعم وصراحة أنا بنسى شوي ما فيني ركز كتير حب مجاني آه حسنا آه وأنا بقول له يا ربي زدني إيمانا ورجاء زدني إيمانا ورجاء يا ربي عطول يعني بدل أطلب هايكي و بدي منك أبونا تصليلي أكيد ذكرنا بسلاتك أكيد مادام أهلاك لأنه لابن ختم رح نسكر الجميع بسلاتك أنا مريضة سلمتي وبدت تسليلي لعائلتي للسبب وأولادهم هنم سيفتين الله يخلي لك إنو سلمتك مرسي أبونا وكتير أنا بحب يعني يريد دايما هايكي بنحضرك بنشوفك شكرا وكنت تعمل من زمان ديديس هايكي ويحطه النواية يعني أنا مصرمين أبونا كتير منطر لأحضرك الله يخليك شكرا مدام مرسي أبونا سكرنا بسلاتك أبونا مرسي العلبي أهلا وسهلا مرسي شكرا على اتصالك شفيقة بناخد اتصال جديد راح الاتصال منعتزر من الشخص اللي كان ناطر معنا على الخط يمكن طولنا شوي بقدر يرجع يجرب يحاول الاتصال مجددا وهالمرة بأكد له إنو عالسريع راح ناخد الاتصال أبونا حكيت شي جفيقة لفتني شوي قالت إنو نحنا لازم نحبو نعم إجا الاتصال ناخد الاتصال متما وعدنا ونرجع عم نحكي سلم المسيح ألو ألو سلم المسيح أهلي المارية ألو معي مارية عطية ألو ألو مارية أبو مصفار أبو مصفار سلم المسيح بقلبيك كيفك اليوم؟ ألو عم بسمعيك تفضلي مارية كيفك؟ حمد الله أنت كيفك؟ بونسوار بونسوارين كيفك مارية؟ أهلا مارية عم نسمعك لنا تفضلي إنو أبونا بولوس نشكر يا رب تفضلي مارية الله يخليكم يا رب شكرا مارية تفضلي كيف يتعلق هكو الاتفان؟ لا نشكر هناك مشكلة اليوم ماكي حق أنا بدي ألكن إنو ربنا 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 وصّعنا بالمحبة نعم بالأول وبالأخر لأنه هايدي أعظم أعظم وصية عطانا إياها إن شاء الله نقدر إن شاء الله نقدر يعني نعمل بوز بيتنا مثل ما قالنا يسوع حبوا بعضكم حبوا أعدائكم حبوا مضطهديكم كل الوصايا اللي قالنا إياها إذا بنعمل فيها لماذا عم بيعمل هيك التليفون عم نسمعيك نحن عم نسمعيك تفضلي تفضلي مجد لماذا عم بيعمل هيك التليفون عم نسمعك ماريا عم نسمعك هل يمكن الفكرة وضحية نقطعها الاتصال لا يوجد مشكلة مع ماريا بالاتصال فإذا كنت تقول أنه هؤلاء بتعملون كوش بيت الحب ما في واجبات الحب في التزام الواجب هو للشغيل أو للعبد بينما يسوعنا لو سميكم عبيد نعم أبونا فكنت عم بقول أنه شفيقة قالت أنه لازم نحبه لأله وهلأ كمانا ماريا عم تحكي أنه الحب واجب وذكرت وحضر يعني هلأ حضرتك كمانا قلت أنه منا واجبات لأنه لألتزام نابع عن حب مش نابع عن واجب نعم بس أنه مش لما المسيح أصدي لما بيعطينا هيدا الوصية يسوع بقلنا حبوا بعضكم مثل ما أنا حبيتكم لما بقول هيدا وسيط أن تحبوا بعضكم هيدا الوصية عم بيعطينا ياه الرب كرميلنا مش كرميل لحتى نعملها كواجب صحيح هيدا يمكن نحنا اللي ما بنقدر نستوعبه ومنفكر أنه عم نعملها لنرديه لأيسوع بالوقت يلي نحنا بدنا نعملها لحتى نحنا نربح الملكوت لحتى نقدر نتحد بأله لأنه الله طبيعته حب وأنا ما فيه اتحد بطبيعة الله اللي هي اللي كله حب إلا ما أنا صير حب من هيك هم دعطينا هيدا الوصية هذا الصعب بس كمان فيه شغل الديس عن طول في اتسال الديس عن طول نعم بيقول من عرف أساته وعرف الله نعم معنات أنه لما بكتشف ذاتي بصير الحب مجاني مبعد لا واجب ولا التزام مفروض علي أنا ملتزم بشغلي أنا أعمل كونترا أنا بعمل واجب لأنه لازم عمله ولا يتقصر بينما الحب نابع من داخلي ولأنه بداخلي يا الله ملكوت الله بداخلكم بدأ يعيشه نعم هتعم بكتشف ذاتي نعم نعم ناخد اتسال جديد سليم المسيح من قطاع من جد السوري لكفة الفكرة نعم هنا بالإنجيل الرب يقول لأني أطلعتكم على كل ما سمعته من أبي عادة السياد ما بقولوا لعبيد شو بعمله لأنه العبد ما بيبقى بالبيت لأبد بينما الرجل والمرأة بتشاركوا على الأسرار المحبين بتشاركوا خبرة الحياة يعني 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 لعيوب بعضهم لما سمعته بيطلعنا 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 إذا واحد أنا بروح عن شخص مهم بيطلعي يا أبونا بولوس أنا اليوم بدي أطلعك على كل أموري بيعطيني دفتر شكات بيطلعني على حسابات وبالبانك وأرصيته وكل هل أموري كل أسراره صوري هاي شو ما بحث بحالي أنا مهم لأنه كل مال وكل أسرار صاروا بإيدي يعني بيقدر أنا شو أعمل تفضح بيعطيني كل أسراره عم بقال لي كل شي عند الله بيعطيك يا إلك إلك أنت الإنسان تحمل اللي أنا حمله من حب السمع بالحب ما أنا شغلة سهلة الله يأمنني هالأد اليوم طفل عم بيسأل أمه بيحكوها سبيل نكتب بيقول ماما مين أغلى عندك المجوهرات أو أنا حطلوا أكيد أنت حبيب تسوى كل المجوهرات العالم قال ليش كم تتركيني عند الخادمة وما تتركي مجوهرات عنده تسوى الفكرة سكت نحن يسوع ما أبأمنا عن سات عم بيعطينا ذاته عم بيقول لي كل ما سمعتم الأبي عم بيعطيك لستم أنتم قد اخترتموني بل أنا اخترتكم ومن السؤال بين مين المختار ومين المش مختار إن المدعوين كثيرون والمختارون قليلون ليش اللي الله اختاروا الله دعا الكل بس الاختاروا يبقوا مع الله لا هلأ هون المنو بقولوا إنه الله دعا الكل ولكن بيختار بعض الأشخاص هل عنده هلأ تميز لا الله بيوزع مواهب للكل بس كل واحد حساب طاط وكلمة نمها كلمة بتزيد خدي مثلا الوزنات اختار ثلاثة واحد اعطاه الخمسة تاني تنتين واحد اعطاه واحد اللي اعطاه الخمسة صارو عشرة اللي اعطاه انتين صارو اربعة واللي اعطاه واحد تمرا وبيئت واحد هل من اقول الله اختار لانه يبين فشله قالوا كان احراب بك تحط عند الصرافيين باغده مع الفايدة الله اختار كل العمال اللي اجوا اللي نطر مولا واحد تركوا وانتوا لماذا فالله لا يستثني احد من الدعوة حتى العرش والعميان لما رفضوا هدولي واحد قالوا اتزوج امرأة والثاني قالوا اشتريت بقر والثاني اعطاه ارد يروي ارد ارد ادعو العميان والجدع والعرش حتى الكل يدخل لن يزوق احد المدعوين فالذلك دعوة الله للكل الملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعطي ثمر هذا لازم ننتبه لك انا بقدر بقول يوم الله مشجع لا دعيني ودعي كل مشاهد بس لديش نعم ين طوبة لذلك العبد الذي يأتي سيده ويجده مستيقظ بس ابونا البعض يعتبرون مثلا انه الكاهن او الراهب هو لدعوة خاصة انه يعني هل الله ميز هيدا الشخص لا يكون كاهن وهيدا الشخص لا يكون راهب بحبهم اكتر لحتى دعوة يعطوهم هذه الدعوة بالوقت غير اشخاص بس اختار انه يكونوا ام وبي لا لا حالي جوابك اول شي الكاهن والراهب هو دعوة للخدمة مش دعوة للتميز انا ككاهن ما تميز عن الشعب الا بخدمته على مثال المسيح اللي خدم وغسل الاجرين ولهيك انا وانتي منشترك بنفس النعم انتي مدعو لأ اداس وانا مدعو ياسف لما لكونوا قديس كاملين ما البس للخوار ورهبات على كل الناس لما احفظوا الانجيل بمعنى عايشوا ما البس للكهن والرهبات لما يصبطوا انتم امتهم مقدسة كهنوتهم بعملك كمدير كمعدة ورامج كل الناس تقسك بحب اليوم اللي عب بيكنس الطريق هيدا بقدر يصير قديس اكثر من الخوري والقديس بونفنتورا اللي كان قديس كبير ومشهور رئيس دير بفرانسيس كان بيوم اللي في خي عب بيكنس قال يالو بونفنتورا بيوعظ ومشهور الكل بدون ريضا مش متلي انا بها الميكنس شو دعودي احمي الميكنس علم بونفنتورا بنعمة ربنا شو افكر هالرأي براحل عنده هات ميكنستك قالوا ليش يا أبنا هو رئيس عام قالوا لأنا ميكنستك بتخلص نفوس اكتر مني اذا بتشتغل بمحبة وطواضع وووعظات بونفنتورا بياخدوها جهنم اذا بكبرية فهذا الدعوة ما انا المئياس اخطي مثلا العرب يهوزا كان من الرسل المختارين وين صار الله بيعرف انا ما بحطه بمحلة ان شاء الله بس انا باخد لص اليمين اللي كان كل عمره اضعف صار قديس اخر حياته وبنتمنى نشاركه مصيره فإذا الدعوة ما بتقصد ابدا في خدمة التمييز انها حسام الاخرين قد ما بتعني التمييز بخدمة الاخرين انا اخطرت اليوم انت اخطرت طبيب يعني انت اخطرت تطحية يعني انت اختصر على المرضى ده تقومي بالليل اذا فيه طوارئ فيه حاجة وانا كمان خادم هذا الميز كيف هنفهم الاية اللي بقول فيها هو بقول المسيحيك المدعوون كثيرون والمدعوون كالون كيف هنفهم هون الاختيار مش الله اختيارنا نحن لا الله يعني نحن مش الله هوا دعا الكل بس مش كل اختاروا هاي الفكرة المختارون اختاروا الله هذول اختاروا هو اختارهم كمان بس اني نختاروه بس هو ما قال انا بدعيكم انتم بعيف البيجو عاني لما ياسوب اعطي مساء لما وعز الخمسة آلاف وطعم الكل اجود يقومو ملك رفض ياسوب ولا واحد منهم ما طعمه بس اني كل واحد اخذ قرار في منهم جايين يتجسسوا عليه شو بيحكي نخبئ الفرسيين ناجين يطعمين مدوم نشتغل هذا هو الاختيار ليس من الله للإنسان الاختيار للإنسان اماني لدعوة الله نعم وصلك جواب شرح فإذا اتصالات تكون عم نتابع ونكفي الفكرة نعم بل انا اخترتكم وقمتكم لتذهبوا وتأتوا بسمر معناته قالت الله انا بقبل اختياره يريدو هو كمان اللي بدك تعطيه سمر ما فيك تكون انه مختارة وبتقول انا اختارني الله وعيش عزوءك ويوم اللي بدك يعطي سمر بنا نرجع للإنجيل قبل هلأ شو بيعمل بينه بالسماء كل غصن يثبت فيني ينقي يعني فيه ألم وهنا عداش بصبر على الاختيار حتى القديسين كانوا يتزمروا أوقات طعت شو كان يقل له القديسين يا ريم يا النبي قل له قيم إيدك عن حلقي لأتنفس شوي والأيوب شو قال ملعون الإنسان اللي خبر بي والذي قال وذكر يا ريت وأنهار ما طلع هذا العيش مع الله معنا المر اليات ما قال خير لي عن أموت ما بيحدي يعبد الله غيري فإذا كل القديسين مرأوا بتجارب نتيجة أمانتهم للرب واختيار رب متعب متعب لأنه يشبهك بابنه الوحيد ويوم تتشبه بابنه تتتألم كنا عم نقول قبل شوي أنه بلاكس مع الرب في سلام وفي فرح في فرح وما في فرح من جوه بس في ألم ما ربوله شو قال بس الألم موجود مكنت مع الله أو ما كنت معه أو ما كنت مسيحي أو ما كنت مسيحي الألم موجود يعني هو تحسين حاصل على هيد الألم بس بيك بالضعف مري مع الله لأنه بصيري أكتر شفافية وبصير ألمك مانا منابع لأنك مجرمة ولأنك حرامية عم تتعاقبي أو لأنك عملت شيء ضد الأنون عقبك عم تتعاقبي وانتي بارة وهذا شيء كثير مؤلم يعني اليوم إذا أنا بسيبه وبيجي واحد بقالي لسينك وسيخ ما بتعني لي شيء يعني الحقيقة بس ألم حياتي ما بسيب بيجي واحد قالي إنتهر كل 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 نقاص عرض تقلع من تمك بتتألم جدا بقول وين سمعني عم سيب حتى يحكم هون الظلم بيقهر برابعليك لأنه صار بديتعرضوا للظلم اللي تعرض له مين مسيح هذا الألم الأكبر لأنه ألمهم مش ناتج عمالهم الشريرة ناتج عمالهم للرب لك قالوا مربطوس إذا طهدتم وأنتم عاملين شرفاء يفضل لكم لكن نكن تشبه ذاك الكدوس اللي ما فيه عيب ومات لأجلنا طوبة لألكم لك يسوع طوبة للحزانة فانهم يعزون طوبة للمطهدين لأجل البرطوبة لكم يتضطهدوكم وعيروكم وافتروا عليكم بكل سوء يعني ما نهينا من أجلي كاذبين افرحوا وابتا يجوا شفتي كيف واندي يجي الفرح يجي الفرح من جوه مش من الناس نحن فرحنا عادة بيعتمد عن الناس هاديش من ناس حوالي أنا بطمأنين بس انقلبوا كل الناس علي وأنا مش عامل شي هاديش ببعندي فرح اذا يسوع مش كان مظهر فرح هذا كنت أقوله بالمزمور لو ما جاءت الجبال والبحار ما بتفرق معه لانه الرب معي الرب وحصنه حياتي فمن من أفضع هذا الديون فإذا يسوع وانا قمتكم لتأتوا بالصبر ويثبت سماري فيكم لكي يعطيكم الآب جميع ما تسألونه باسمي هون بدنا نفهم حيا انه اسم يسوع هو اسم مقدس مش مقدس 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 ومقدس لا يعني مين الادس اسم يسوع هو مقدس بحد ذاته بطبيعة وقدوس براب عليك لهيك قلت اسم مقدس مش مقدس لأنه مقدس حضر بيعطيه الأداسة بينما يسوع هو مصدر أداسة آه أوكي تبه لكن لأجلهم أقدس ذاته هو لعب أقدس ذاته بينما أنا ما بتأدس في ذات تأدس في الله لهيك أنا بالكنيسة بقول الإنجيل المقدس مش المقدس إذن تبهت تبهت ليش؟ لأنه الإنجيل ما بيتأدس الإنجيل بيأدس وكل اللي عاشوا الإنجيل لأنه كلام الله صاروا أديسين فإذا هو مصدر أداسة دي دي مش بيأخذ أداسة هو مصدر أداسة الكلام اللي سمعته من بي عبقلكون بس هو ما بيقدر يقدسني ما بيقدر يكون مصدر أداسة إذن ما كان هو بحد ذاته مقدس من هيك الكلمتين مظبوطين بس أنا ما بتقول الإنجيل المقدس يعني أنت عم تلفتلي نظري أنه أنا بدي أخذ أداسة من هالك من الإنجيل صحيح بس أنت بي أنا لما بقول كردست هالمي يعني في مين أدسة هالمي بينما كلمة الله مين بيقدسها هو الله اللي مصدره هي بحذ ذات هو أدوس بحذ ذات بلاب عليك بل أداسة مشانك ما بدي أقول كلمة الله المقدسة مقدسة لأنه هي مصدر هي مصدر ما بدي أقول أنا حولت المي لمي هي مي وكلمة الله حيات شو بضيف علينا بقول أنا أدست الإنجيل هو البيعدسني أكيد شفتوا الفكرة أنا كلما أشوف المسيح عرب لأ الله شان هيك أوصيكم به إذن تسألوا بإسم بإسم يسوع يعني هو اسم مقدس وأنا كل مرة بعيش اسم يسوع أنا روح ليدوس بيكون سيكن فيني تعطي عشري هذه سحنة بأولى لا يستطيع لسان أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس وإذن فيني الروح القدس نصرت هيكل الله ألا تعلمون أن أتسادكم هي هيكل للروح القدس وأن الله مقيم فيكم كل مرة أقول إسم يسوع أنا أقول لي يسوع كما قالوا لأبطر طوبة لألك لا لحم ولا دم كشف لك لحيبين الذي في السمح وبهالحالة من آمن به فستجري من جوفه أرماء الحي شفتي اسمي تب يعني هون إذا ما بنطلب باسم يسوع الله ما بيعطينه مثل واحد معهم مفتاح بيفتح كل البواب بسبرته بيمسوا بمفك براغ بصير فيك البواب لا يقدر يدخل شو رأي شو رأي حلوة الصورة بعد بيتعذب وبعرف تجري كتصواتهم كلها اسم يسوع أكيد مضمونة يعني فيك اللي تروح على البيت أطقي تصلي بس ما وعدش تنطري وفيك تبعي بعربيتك أو ما حد يوصلك تصلي أسأل معي اسم نصلي أسرع الوصول مضمون مضمون لأنه أنا الطريق والحق والحياة لا أحد يمضي إلى الآب إلا بي هذا الاسم مهما تسألون باسمي يكونوا لكم باسمي تطردون الشياطين باسمي بتشوفوا المرضى باسمي تقيموا الموتى وهي لازم نعرفها فما أوصيكم بإذن وأن يحب بعضكم بعضا ما نسهل أبدا اليوم عيشها المستوى من الحب تعرفي ليش لأنه نحن ماري منحب اللي بيحبنا وهي سوعة لننتبهولها قال إن أحببتم من يحبكم لا فضل لكم فأي أجر لكم منحب اللي بيحبنا منعزهم اللي بيقدر يردلنا لأن إذا بتعملوا عظيمة ما تدعوا لي بالأغنية واللي بيقدر يردو لكم فأي أفضل لكم تعود الجدع والعميان والعارج حبوا عدائكم هذول كلهم ما بيردولي هو أحب واحد ما بيطيني وكل يوم بيسيبني وأنا كلهم بدي أحبه حيما أنا سالي أعزهم واحد يمكن بعض عزمته ويوسخني البيت ويخربط لي الدنيا وبعد ما يروح وكل شي خدمته بدي عدني ممكن نهار أن نظيف وراء وأنا فرحان باستئباله لأنه عم شوف في يسوع ضده بطولة انزل على الطريق التأبي ناس يمكن ما بيعنولي شي بس حس بيسوع بيعنولي كل شي ما أنا ساهلة صلي لأشخاص بيحبوني وأنا بحبهم ما أنا بدي بطولة بس صلي لأشخاص كل وقت عم بيستيقل أقلي كل مرة بصليله أنا بكبر بش هو بس أنا اللي بكبر لأنه بحس بكسر جدران البغض والكرهية بقلبي لأدريس صليله نعم هذا اللي يدعينا لأله يسوع فينا نقول أنه هل تركيز على المحبة لأنه خطيط الإنسان الأساسية هي الكبريا والكبريا هي الأنا الكبيرة فالرب بده أنه نشيل هيدا الأنا نزغرها وما بتصغر إلا لما أنا بده روه عند الآخر يعني بدي كبر الآخر وزغر هيدا الأنا هو هيك عميل كمان ما بننسى أنه هو أخلى زيته وصار طفل صغير ليقلنا أديه بيحبنا ففينا نقول أنه هذا التركيز يعني على المحبة لحتى أول شيء بنقلص من هذه الخطيئة اللي هي أصل كل الخطايا اللي هي الكبريا الأنانية اللي دايما المحور هو الأنا خليني جاوبك لأنه هلأ بسؤالك رح تعمل موضوع تير مهم الأول خطيئة هذا محوة كانوا عاشين بصحبة الله وما بظن كان نقص شيء من الخير بتمشوا حد الرابو الجنة كله لألون وين المسؤولين أمام الله عنا يوم اللي دخل الشيطان زرع فيهم أول شيء عدم الأمان إلى الله كذب كلمة الله وبيّن الله ظالم بحقهم صحيح الله قال لكم ما تاكلوا من جميع الشجرات الجنة يعني خلقكم اللي يموتكم من الجوع شو دك تاكلوا لك الله عارف يوم اللي تاكلوا بتصيروا مثله أنا الله غيور ما بكون يعملوا متقول شو خلقكم إذا إذا ما دعوه هو مشروع يعملكوا يكبركم ثالث شغلة مشكلة الإنسان أنه بيصدق اللي بيعطيه الفرح الوقتي والسهولة أكثر من اللي بيعطيه الجد وبيدعو للأبدية في مثل بنقوله ببلادنا العربية اللي بيضحكك بيضحك عليك واللي بيبكيك بيبكي عليك لأنه أوقات مشكل دمعة وراها حقدي يمكن وراها درس لأنكبر ومشكل ابتسامة وراها شخص بيحبك ممكن يضحك عليك وشوفي ما أنا روح لأبعيد اليوم بيطلع الزعيم قداش من هو برلو ومن موتاج وبروح وبدأ من نبديك أول ما بيتغير موقع مكسر صورة الله لا يرده لأنه طلقنا مدع حط رأسك بينها الروس وصرخ يقطع الروس ما بتصير مع المسيح يا صعب دي علمنا أول شيء خطيط الإنسان أنه كذب الله لهيك بالتجربة ليس بالخبز بكل كلمة خطيط الإنسان أنه حب ذاته وبتصدي الله يوم تاك ويصير مثل الله كيف حالك بيحملوك الملايك ويزعفو لك مثل الله بتطير ثالث شغلة وبرجانا الإنسان يطمع يوم تاك وتعيش حياة عبدية ونفس الشيء السلطان المال يركع لي بكل هذا بعطيك يا معاش بتموت فكل هذا لك وكأنه بشتري الحياة بالمادة وإذا يجينا اليوم بعد ألفين سنة وشوي من تجسد الرب من شو بعد ما تغير شيء من التجارب اللي رب انتصر عليها وعم نسقط فيها ومن اللي سمعته حواء بعدنا عم نصغيله مين مننا اليوم ما بريد يعود محل الله مين مننا اليوم ما بريد يعيش للأبد بدون الله إذا بيصل له إذا عنده مصاري مين مننا اليوم ما بيسعى يمتلك العالم كله حتى لو الله ما في إله زاوية بهالمشروع بحياته كلنا عم نتعالى لهيك يا سوى لما بيجي بقلي أنا بدي علمك تدخل بمنهجية الله والحب شوف الله لوين حبني أغلى من عنده الله لم يفتدين أبو المربولوس لا بدمي تيوس ولا بدمي عجول ولا بما يبلى من فضة ولا دهب من دمي حمل اللي يبى فيه والمسيح نحن عم نقبأ اليوم المسيح اللي مات لأجلنا نموت نحن لأجله مربولوس قال لا بالكاد يموت أحد عن البار ساعة البار مات عن الخطأ شفتي وين نحن الأنانية اللي تفضلتي وحكيتي عنها انطلاءا من آدم وحوة بعدها ما تغير ما بعدها ما عشو شفينك حتى بالرسل مين الأول مين بيعود عيمينك مين بيعود ع شمالك يا رب متى ترد الملك لأسرائيل بعدها بعدها الأنا كبيرة شو تغير بعدها الأنا وبعدها هدي لا كل ما زغرت الأنا بيكبر الله كل ما كبت أنا بيغيب الله وبيكبر الآخر لأنه صحيح ما في عبر لأ الله حبت إلا من خلال الآخر هو يمكن يفتح لباب بسمه بعملوا بشكل مسلس مريك نعم بيحطوا الله وبيحطوا القريب وبيحطوا الأنا كل ما كبرت لأنا كل ما ابتعدنا عن الله وعن الأريب كل ما اقتربنا من الله كل ما اقتربنا من الأريب تصغر لأنا نصل إلى الأريب لأنا بيصغر لنوصل لمرحلة ما يقعد فيه أنا صار في الله وفي الأريب نعم نحن بعدنا بكعب المسلس أنا بحيان حالي يمكن غيري لا يبخطى يعني أبونا أنا كنت عم فكر بالموضوع لقيت أنه منحكي كثير عن المحبة ولكن يمكن بتخلص الحياة هون ونحن بس عم نتعلم أنه ما نكره بعد ما وصلنا على عتبة المحبة لأنه المسيح كثير واضح يعني بيقول أنه ما من حب أعظم أن يبذر الإنسان نفسه أحبائي يومين مننا مستعد يموت عن الشخص الآخر لا أعلم أنه يمكن أن أقول أنه أنا أبونا كثير بحبك بس إذا بيجي هلأ أحدا ما أفرد بقولي أنت يا الأبونا بلونا ما عليقتله للأبونا أنا عندي عائلة خبرتك يمكن قصة هداك الخوري اللي عم بيوعز بأمريكا نعم تتزكرية نجح نسمعه الخوري عم بيوعز بمدينة تكساس تعرف تكساس مشهورة كانت في الفروض وفلام الكوبوي وغيره بقى أمبي وعز يا أولادي لازم نموت عجل محبة الله الله مات لها محبتنا وأمبي وعز ومتحمد داخل واحد سكران ومسك فردين تسمع الخوري أبونا خلص أصو بأرض ويحده بقوله يا أبونا بقوله شو بيك يا أبونا بقوله وطي رأسك بدي قتلك وبيّن حبك للمسيح قاله يا أبني قاله مش كنت عم طوع زلق مش وي الحب وحي يموت عن الحب وأنا حقيت لك لشوف أديش بتحبني قاله يا أبني السدات اللي عبقوله أنا عبقوله للناس مش لألي دبتي كيب كلنا شاطين نحكي للآخرين بس لليش بنحمل نحن الأحمال مش بطرف أصابعنا هنا بيجي التحدي نعم أبونا نحن وقتنا انتهى قبل ما نختم نحب نذكر المشهدين بأوقات الأدى ديس وين حدثك عم بتقدس إذا بحبه يروحوا يحضروا أو يشاركوا بأدى ديسك إيشارك مرسي للك ماري كل أحد ساعة عشرة بكنيسة لديسين بطرسوا بولوس بالبترون نعم وكل يوم جمعة ساعة ستة بالشدة سبعة بيكون بالصيب بكنيسة الملاك رفائيل بالحزمية نعم فايك الأشخاص اللي عم بيسألوا عن أدى ديس أبونا بولوس صار عندهم أعلم بالختم أبونا نحن بدنا مثل العادي نكون عم نصلي وهالصلا نرفع على نية كل المشاهدين المشاهدين نور الشرق وبنوع خاص نرفع على نية وفي امهادي مخلس سامية ليلى نادية شفيقة ومريعتية والمشاهدين اللي جرب يتصل أكتر من مرة ونقطع معه الخط من اعتذر حقيقة فإذن أبونا منختم بيسألوا تفضل يا رب أنت اللي بتعرف كل أمورنا وكل ضعفنا وكل احتياجاتنا أنت اللي رغم كل ظروف الحياة طبق الأول لنا يا رب والخلاص اليوم بدنا نشكرك لكل كلمة الليناها بتذكر بوجودك بحياتنا بدنا نشكرك لحبك اللي أكبر من كل شي نحن منعمله بحياتنا بدي لك يا رب شكرا لأنك بتحبنا هالأد شكرا للآب اللي أرسلك شكرا لألك أنت الابن اللي حبيتنا حتى النهاية وشكرا لروحك اللي بيذكرنا وجودك فينا حتى انقضاء الظهر اليوم يا رب من سلمك كل اللي شاهدوا هالحلام كل مريض كون شفاءه كل حزين كون تعزيته كل متعبين كون راحتهم كل المجربين كون انتصارهم وكون يا رب البركة بكل برنامج بتقدم لمجد اسمك وبارك أيامنا الحاضرة واللي جاي بنعمتك بشفاعة أمنا مريم وكل عطينا نتعلم نحبك مثل محبتنا أمين أمين كمان بالختام نذكر يلي شاركونا عبر الفيسبوك نشكر مريم وطارق والصباح فإزا مشاهدينا هيك بتكون انتهت حلقتنا للهوم موعدنا بتجدد ان الله راد الأسبوع المقبل يعني تلاتة ساعة سبعة ونص حتى نلتقي بترك معكم سلام اشتركوا في القناة